تريكموناس فاجيناليس أو ما يسمى بالعربية المشعرات المهبلية هو عبارة عن طفيلي ينتمي إلى نوع لفلاجيلي تابع لجنس التريكموناس لحظة لأول مرة من طرف ألفريد دوني سنة 1836 يتسبب في عدوى طفيلية من أكثر الأمراض الطفيلية انتشارا هذه العدوى تصيب كلا الجنسين وهي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بنسبة كبيرة جدا وبنسبة صغيرة عن طريق استعمال منادير المراحيض الملوثة وتصيب منطقة الأعضاء التناسلية وهي مسنفة ضمن الأمراض المنتقلة جنسيا أمستي لملادي سيكسيالما ترانسميسيبل حيث يمر هذا الطفيلي أو تريكموناس فاجيناليس من شخص مصاب إلى شخص غير مصاب عبر الإفرازات أثناء العلاقة الجنسية وينتشر عادة من الرجل إلى المرأة أو العكس ويسبب التهابات في الجهاز التناسلي والبولي لكلا الجنسين حيث أن تريكموناس فاجيناليس مسؤول عن 30% من لزوريتريت نونغونوكوكسيك عند الرجال وبالنسبة للنساء الالتهابات المهبلية أو الفاجينيت أتريكموناس فاجيناليس تمثل 50% من لفاجينيت أفيك لوكوريي السبب الذي يجعل تريكموناس فاجيناليس أكثر انتشارا عن طريق العلاقات الجنسية هو أن أغلبية الحالات بنسبة 50% من الحالات تكون أسيبطوماتيك يعني بدون أعراض لبورتورسين بنسبة كبيرة جدا يمكن أن يتواجد أتريكموناس فاجيناليس عند الشخص المصاب بالنسبة للمرأة في التجويف المهبلي وفي لفيسي وأيضا في لاغلوند سكان وبرطولين وبالنسبة للرجال يتواجد في لوراتر وفي لقول داغلوند بينيس وأيضا في البروستات ولافيسيكول سيمينال يتم التعرف والكشف عن أتريكموناس فاجيناليس مخبريا عن طريق شكله وطريقة حركته بواسطة الفلاجال الخاصة به كما تلاحظون في هذا الفيديو طريقة حركة أتريكموناس فاجيناليس وشكله الدائري أو البيضوي عند الرجال يتم لديبستاج عن طريق تجميع القطر الأولى من فتحة البول أو لميا إورينار في الصباح قبل عملية التبول أو عن طريق عينة المني يتم ملاحظة هذه العينة تحت المجهر والبحث عن هذا الطفيلي أما عند النساء لديبستاج يكونت عن طريق أمخيله موفاجينال الشيء الذي يجب أن ننبه عليه هو نقل العينة مباشرة إلى المخبر في أقصى وقت ممكن للحفاظ على حياة تريكموناس فاجيناليس وبذلك الحفاظ على حركته لتسهيل عملية التشخيص وعند وصوله إلى المخبر نقوم بإضافة لوفيزيولوجيك بريشوفي أترونت سات دوغري وهي درجة حرارة الجسم إلى العينة كذلك للحفاظ على حركة تريكموناس فاجيناليس وتفادي موته لتسهيل عملية التشخيص والكشف عليه بسهولة أما بالنسبة للأعراض التي تظهر عند المصابين بهذا الطفيلي نذكر أن 50% من المصابين تكون حالات أسيبتماتيك يعني بدون أعراض وهذا ما يزيد من خطورة العدوى بالنسبة للنساء حكة مهبلية شديدة جدا وإيكولمون فاجينال أو لوكوريي وعند القيام بالإكزاما ديريكت في الإكزاما سيتو بكتريولوجيك دو خلفمون فاجينال أو دو سيكريسيون فاجينال نلاحظ وجود عدد كبير جدا من البوليونيكليير نوتروفيل إضافة إلى تريكموناس فاجيناليس والشعور أيضا بألم شديد أثناء العلاقة الجنسية أما الأعراض عند الرجال بنسبة 90% هي أسيبتماتيك يعني بدون أعراض هذا ما يجعل الكشف عن هذا الطفيلي صعب جدا عند الرجال لكن في بعض الأحيان يكون مصاحب بصعوبة في التبول مع وجود ألم والتهاب في مخرج البول لكن الطبيب هو المسؤول الأول عن التشخيص بالاستعانة طبعا بالتحاليل المخبرية نختم هذا الفيديو بخلاصة وهي اتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي هو الإسلام يقين من شر هذه الأمراض إن الله عز وجل إذا حرم علينا شيئا ما فهو يعلم مقدار الشر الذي يأتينا منه اللهم إن نسألك السلامة من شر هذه الخبائث